إلى كل محبي قصص وحكايات الرعب اللي حدثت بالفعل واللي بينشرها الهائل الصحفي والروائل أستاذ عبد الرحمن دياب أرجو حضراتكم تطفوا النور واستمتعوا معنا بالدقايق اللي جاية وبرحب بضفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن دياب أهلا بيك يا أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن إزاي الصحفي الحمد لله حكايات الرعب معك مش هارف بيختار بتكتب في الرعب يمكن أنا شاية عرضتها بلا كده لتجربة رعب شوية تعالى اه ده أنا ليا باع كبير وأنا صغير كنت بلعب في الشرع فكسرت لمبة بتاعت جامعة بالغلط وشدت الكرة وكسرتها بتحصل بتحصل فوالدي عقبني فقال لي قعد في البيت بقى شوية كده إيه واستقر شوية في البيت مش لايه حاجة عاملها فبدأت أن أنا أتجه للقرية مايش اللفت نظري كسة سمعها شايتين التلاتاشر زمان خالص بقايام لابتدائي الاسم علق في دماغي نمت حلمت بكوابيس كوابيس قعدت 3-4 يام تقريبا بجبنام غير في نور وخايف قررت أبواجه أخوفي ده بإيه أجيب الكسة ديت وعرف هي بتتكلم عن إيه جبتها هي مش روعب في الآخر تلقت في الآخر مبامرات وجسوسية والكلام ده كله بس الاسم ذات نفسه علق في دماغي وخوفني فحبيت فكرة أن أنا أخد الحاجة إيه اللي بخاف منها أنا بخاف من الرعب بخاف من فكرة المورقيات بخاف من الجن بخاف أننا نكون قاعدين دلوقتي وفي حالنا المخلوقات مش مرقية إيه شايفانا بس إحنا بشايفانا فكرت أن أنا أدور على الحاجات ديت وأشوف التجارب اللي الناس اتعرضت لها في الحاجات دي قاعدت تتدور بالدعب كتير بقى لقيت بقى لقيت كتير أنا ما شاء الله شايفت الإنتاج على صفحتك عالي جدا كان بالقصص الحقيقة وكلها حدثة بالفعل وأقول معقولة ده حدثة بالفعل هو الرابط المشترك ما بين 3-4 قصص ديت بيكون حاجات معينة فبعرف أنها في حالة حقيقة زي مثلا إيه حد يكون نايم يشوف خيال أسود في القوضة الموضوع ده متكرر في القصص كتير جدا وده من قصص حقيقية أنت جمعتها من ناس متكرر من ناس كتير وفي قصة دولة بس في مصر بس دولة عربية كتير موضوع البابل بتقفل لوحدها كتير القرآن اللي بيقفل وبيتشتغل لوحده كتير مسألة الخيالات اللي في الحمام الرجل لا والرجل تبقى نايم وتحس إيه الرجل دي تقصى لوحد لها دي غريبة ده فعلا أنا ده نفسي بس ما عدت الوقت الحاجات دي بجد لأ الموضوع يعني خلا نكونوا واقعين في حاجات فعلا غريبة وغمضة في العالم بتاعنا نحن ما نعرفوش ولا نعرفوش نحن ما نعرفوش